اجتماع لمجلس الأمن الروسي اليوم وبوتن يتهم استخبارات أوكرانيا بتنفيذ تفجير القرم المعارضة الإيرانية تتحدث عن أربعمائة قتيل في التظاهرات والنظام يتوعد بمزيدا من القتل كوريا الشمالية تقول أن تجاربها الأخيرة كانت اختبارات نووية تكتيكية تحكي قصف الجارة الجنوبية مرحبا بكم إلى هذه النشرة تأتيكم من العربية يعقد مجلس الأمن الروسي اجتماعا اليوم لبحث تفجير جسر القرم قبل ذلك حدد رئيس أفلاديمير بوتن وثيقة الاتهام معلنا أن الاستخبارات الأوكرانية هي المسؤول عن التفجير الذي وصفه بالإرهابي كما أضف رئيس روسي أن الهجوم كان يستعدف البنية التحتية الروسية من جهته أوضح رئيس لجنة التحقيق الروسية أليكزندر باستريكن أن الاستخبارات الأوكرانية حصلت على مساعدة من روس وأجانب وأن الشاحنة التي انفجرت في جسر القرم مرت من بلغاريا العضو في الناتو وعدد دول في أوروبا الشرقية إنه عمل إرهابي أعدته أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بمساعدة روس وأجانب كان الهدف منه تدمير بنية تحتية مدنية كبيرة وبالغة الأهمية بالنسبة إلى روسيا والشاحنة التي انفجرت في الجسر مرت من بلغاريا العضو في الناتو وعدد دول في أوروبا الشرقية قبل أن تنفجر في القرم وفي التطورات الميدانية لقي 17 شخصا على الأقل حتفهم في قصف على مدينة زابروجيا الواقع جنوبي شرق أوكرانيا فيما تصعد روسيا من عملياتها العسكرية في محيط بلدة باخموت التي تعتبر إحدى المناطق الاستراتيجية في محاولة لإحكام القبضة على البلدة الصغيرة بلدة تغير اسمها أربع مرات في التاريخ الحديث قد تغير الكثير على صعيد الحرب الروسية على أوكرانيا فباخموت الأوكرانية تخوض قتالا عنيفا على حد تعبير الرئيس الأوكراني مطالبان الغرب بالمزيد من الدعم بالأنظمة المضادة للطائرات مطالبات أصبحت تضغط مخزونات الغرب العسكرية بحسب معلومات داخل البنتاجون نحن نبذل قصار جهدنا للدفاع عن الأجواء الأوكرانية أولوية دبلوماسيين هي تسريع قرار شركائنا بتزويد أوكرانيا بأنظمة مضادة للطائرات حديثة وفعالة وبكميات كافية البلدة الصغيرة تقع الشرقية أوكرانيا بالتحديد شمالية أقليمي دونياتسك الانفصالي تغير اسمها عبر السنوات بين باخموت وأرتيمي فيسك منذ بداية الحرب الأوكرانية حاولت القوات الروسية الاستلاء على المدينة مرارا وتكرارا استطعت مؤخرا بحسب القوات الانفصالية في دونياتسك أن تسيطر على بعض القرى المحيطة فيها بلدة صغيرة إلا أن لها أهمية استراتيجية تقع على الطريق الواصل إلى مدينة سلوفيانسك والتي تضم محطات التحلية وتعتبر الشريان الأساسي الذي يغذي المنطقة بمياه الشرب والتي بدورها قطعت المياه عن مناطق الانفصاليين منذ بداية الحرب باخموت ستكون درعا للوجود الروسي في إقليم لوغانسك الواقع الشمالية دونياتسك ليصبح الإقليم الشمالي محصنا بشكل أكبر ضد هجمات القوات الأوكرانية أربعة أقاليم أوكرانية ضمتها روسيا بعد الاستفتاء بالرغم من أن أجزاء منها ما تزال تحت السيادة الأوكرانية لتصاعد موسكو من عملياتها بعد التراجعات والتي كان آخرها في ليمان إيفا عمر العربية وضع الجيش الروسي في أوكرانيا سائر في التعقيد الضربة تلو الأخرى يتلقاها جنود بوتين الذي لم يظهر أي استعداد لتراجع فما هو الحل وأين هو المخرج من هذه الحرب التي قد تتوسع رقعتها وصولا لحرب عالمية آخر حلقة في سلسلة الضربات التي تلقتها روسيا في أوكرانيا بعد عدد من التراجعات في الشرق الأوكراني بسبب ما وصفه مراقبون بقصور في التنظيم وعلى مستوى القيادة الميدانية بوتين قد يلجأ لعمل عسكري كبير لتعويض خسائره في هروب إلى الأمام كما قال بعض الدبلوماسيين الغربيين الذين أشاروا إلى تلويح الرئيس الروسي باستخدام أسلحة دمار شامل والتهديد بالنووي كابتزاز للدول الغربية الداعمة لكييف إلى جانب استخدامه سلاح الطاقة ضد أوروبا خيار المفاوضات مستبعد من أمام طاولة بوتين حاليا حيث يرى الغرب أن الحل هو خروج روسيا من أوكرانيا في حين لا تظهر أي بوادر من موسكو عن هذا التوجه أما الأوكرانيون رفضوا التفاوض قبل استعادة أراضيهم الحرب لن تنتهي بمعاهدة سلام بل في التوقيت والشروط التي يختارها الأوكرانيون النخب الروسية عبرت عن امتعاضها من الهزائم المتتالية للجيش الروسي كالزعيم الشيشاني رمضان قاديروف ومؤسس مجموعة فاغنر يفجيني بريغوجين أما شعبيا فليس هروب عشرات الآلاف من المواطنين الروس إلى الخارج من حملة التعبئة الجزئية إلا دليل على أن الجبهة الداخلية تعاني من تشققات كبيرة قد تربك بوتين ما دفعه لإجراء تغيرات عسكرية أبرزها تعيين جنرال جديد ليقود الحرب في أوكرانيا أناس نماسي العربية ترجمة نانسي قنقر منذ يونيو 2022 لعب نظام هايمرز الصاروخي دور البطولة في التقدم الأوكراني حيث مكنت المنظومة الأمريكية القوات الأوكرانية من ضرب القواعد العسكرية الروسية ومستودعات الذخيرة والبنية التحتية بعيدا عن الخطوط الأمامية كما تم استخدام هايمرز في تدمير الجسور بما فيها الواقعة بالقرب من مدينة خيرسون التي تسيطر عليها روسيا على معظمها بالأحرى أنظمة هايمرز الصاروخية مكنت أيضا القوات الأوكرانية من استعادة 2434 كم مربعا و96 منطقة سكنية في شرق البلاد إلى الملف الإيراني حيث أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن رقم ضخم من القتلى في المظاهرات تخطى حاجز الأربعمائة توعدت الشرطة المحتجين بمحاكمات حازمة ورادعة ونقلت مصادر إعلامية عن مساعد وزير الداخلية قوله إنه لن يتم الإفراج عن المعتقلين في الاحتجاجات حتى تتم محاكمتهم أفادت منظمة حقوقية إيرانية أن اشتباكات دارت الليلة بين المحتجين والأمنة في سنندج عاصمة كردستان إيران وتداول ناشطون مشاهد لإطلاق نار في هذه المدينة هو السنة المترجمات إيرانية شكراً لكم من المترجمات لكما يجب أن يجب أن أفعاد يجب أن يجب أن أفعاد لقد أن أفعاد لقد أن أفعاد لا أفعاد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي مدينة رشد عاصمة محافظة جيلان اغلق المحتجون الشوارع بالاطارات المشتعلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة علي خامنئي نجحت مجموعة من القراصنة تسمى بعدالة علي في وضع عبارة ايديكم ملطخة بدماء شبابنا على الشاشة انقطع البث الاعتيادي للقناة الحكومية الايرانية ليفسح المجال لمقطع يظهر فيه خامنئي وسط النيران مصحوبا بصور مهسى اميني اضافة الى فتيات ايرانية كتلن خلال المظاهرات وشعار المرأة الحياة الحرية المجموعة المسؤولة عن الاختراق والتي تطلق على نفسها اسم عدالة علي صرحت في حوار مع موقع اذاعة اوروبا الحرة انها مكونة من مواطنين ايرانيين في الداخل هدفهم كشف فساد وعنف النظام امام الرأي العام الايراني والعالمي لم تكن هذه المرة الاولى ففي شهر فبراير الماضي اخترقت المجموعة بثا تلفزيونيا ونقلت مشهدا لاشخاص في ملعب كرة قدم يهتفون الموت للدكتاتور خامن اي خائف مؤسسة النظام مزعزعة عدالة علي كانت قد اخترقت العام الماضي نظام سجن ايفين الالكتروني وسجلت عبر كاميراته مقاطع لسجانين يسومون نزلاء بسوء العذاب هذا المقطع الذي نشرته المجموعة جاب مواقع التواصل الاجتماعي العالمية فتسبب في احراج للنظام الذي وصف سلوك موظفيه بغير المقبول توسعت ساحة الاحتجاج وتطورت ادواته في ايران من الشارع والهتفات الى الواقع السيبراني والاختراقات انس نماسي العربية تلك الهتفات تلك الهتفات سالت وقت اشتركوا في القناة قالت كوريا الشمالية ان تجاربها الاخيرة كانت اختبارات نووية تكتيكية تحكي قصف الجارة الجنوبية وذكرت وكالة كوريا الشمالية ان الاختبارات تمت بتوجيه من كيم جونج اون كما افادت وكالة الانباء المركزية الكورية ان الزعيم الكوريا الشمالي قاد تدريبا لوحدة العمليات النووية التكتيكية في البلاد في الفترة من الخامس والعشرين من سبتمبر الى التاسع من اكتوبر وتعهد كيم بتعزيز عمليات بلاده العسكرية مؤكدا ان لا حاجة لبلاده لاجراء حوار مع العدو اسبوعان والحصيلة سبع اطلاقات صاروخية ضمن جولة التجارب التي بدأتها كوريا الشمالية منذ الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي الاطلاق الاخير كان لصاروخين باليستيين حلقت بهما كوريا الشمالية في سماء جيرانها لم يفصل بينهما الا ست دقائق قبل ان يقع خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان وفقا لما صرح به وزير الدولة الياباني لشؤون الدفاع حيث كشف ان صاروخين وصلا الى ارتفاع مائة كيلومتر وقطعا مسافة ثلاثمائة وخمسين كيلومترا مشددا ان بلاده لن تتهاون مع انتهاكات كوريا الشمالية المتكررة اما الجارة الاقرب كوريا الجنوبية فاعتبرت ان تصاعد وطيرة عمليات اطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية قد يشير الى انها باتت اقرب لاستئناف التجارب النووية لاول مرة منذ عام 2017 مؤكدة ان اطلاق الصاروخين يمثل استفزازا خطيرا في حين اعتبر الجيش الاميركي ان العملية تظهر حجم التأثير المزعزع للاستقرار لبرامج الاسلحة النووية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية قبل ان يعود ويقلل من شأنها معتبرا اياها لا تشكل تهديدا للعسكريين الاميركيين او الحلفاء ومع سيل اتهامات ومخاوف الجارتين الا ان كوريا الشمالية لا تزال مصرة على ان عمليات الاطلاق هذه لا تتعدى كونها اجراءات للدفاع عن النفس ضد التهديدات العسكرية الاميركية المباشرة وانها لا تضر بسلامة الدول والمناطق المجاورة مرحبا من جديد اعلن رئيس الوزراء الجزائري ايمن بن عبد الرحمن توقيع 11 اتفاقية مع فرنسا في مجالة منها الصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا قال عبد الرحمن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيت بورن ان الجانبين عقد لقاءات ايجابية جدا وان العمل متواصل للوصول بالعلاقات الثنائية الى مصاف شراكة استراتيجية حقيقية لقد كان للسادة والسيدات الوزراء من الجانبين لقاءات ثنائية سرية جدا وايجابية تمت احاطة اللجنة الحكومية بفحوها من اجل اثراء الاجندة الثنائية لنشاطات التعاون في الفترة المقبلة لاسيما الاستحقاقات الثنائية القادمة لآليات التعاون الاخرى التي اكدنا على اهمية انتظامها فعلى الصعيد السياسي سجلنا سويا بارتياح جودة الحوار السياسي بين بلدين على كل المستويات وبالاخص بين رئيسي البلدين والتوافق الكبير بشأن اهمية تعزيز التشاور والتنسيق حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في حوار خاص مع العربية اشار نائب رئيس مجلس النواب العراقي الشاخوان عبدالله الى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتم تهديده من بعض القوى بالسلاح مطالبا بحصر السلاح في يد الدولة واتفاق القوى السياسية على ذلك هناك مشاكل امنية خروقات امنية سلاح المنفلة اللي خارج منظومات الدفاعية والامنية المعروفة دستوريا هناك قوى لا تحسب حساب للدولة اللي هو يسلم رواتب من الدولة ولكن لا يحسب حساب اي حساب للدولة لرئيسها قد مرات قد يهدد رئيس الوزراء والسمعناه والشفناه ولا يزال مستمر لذلك هذا الملف ليس السيادة والبارتيو وانما حتى الايطار ايضا متفقين على انهاء هذا الملف وان تحصر السلاح بيد الدولة حذر قائد في الجيش الالماني من ان البنية التحتية للبلاد مهددة وتم رفع حالة التأهب لمواجهتها مشيرا الى ان الحرب في اوروبا اصبحت محتملة وتأتي التحذيرات بعد عمليات تخريب طالت السكك الحديدية بولاية شمال الراين عمليات تخريب تطال البنية التحتية في المانيا وتحديدا السكك الحديدية والتحقيقات الاولية تستبعد ان يكون عملا ارهابيا او تورطا لدولة اجنبية لا يمكننا ان نستبعد وقوف روسيا وراء الهجوم بعد حوادث التسريب الاخيرة من خطي انابيب الغاز نوردستريم واحد واثنان في بحر البلطيق التحقيقات اشعلت جدلا في الشارع الالماني بان روسيا وراء هذه الهجمات مشرعون المان حذروا الحكومة من تداعيات الهجوم على البنية التحتية مشيرين الى ان الامر ربما له علاقة بموقف المانيا الداعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا مطالبين بزيادة ميزانية الدفاع والامن لحماية البنية التحتية بشكل افضل وتعزيز قدرات الشرطة وامن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اما الشرطة التي كلفتها الحكومة بالتحقيق بالحادثة فقالت ان فرقها تكثف الجهود لكشف حقيقة الاعتداءات لا نستبعد الدوافع السياسية لكن عمليات التحقيق لا تزال جارية بشأن تخريب خطوط الاتصالات اللاسلكية في برلين وهيرن بولاية شمال الراين تأتي هذه التطورات مع تحذير قائد في الجيش الالماني من ان البنية التحتية للبلاد مهددة حيث تم رفع حالة التأهب لمواجهتها مشيرا الى ان الحرب في اوروبا اصبحت محتملة جاسم محسن العربية ظهرت في الحروب الاخيرة وخاصة في الحرب الاوكرانية مشكلات الدعم اللوجستي ما دفع البنتاجون لاطلاق تدريب جديد ليس للانتصار على الخصوم وانما للانتصار على الجوع وشح الموارد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لقي 76 شخصا حتفهم عندما غرق قاربهم في ولاية انامبرا بجنوب شرق نيجيريا وفق ما اعلن رئيس نيجيريا وعلن مكتب الرئاسة النيجيري في بيان ان القارب الذي كان يقل 85 شخصا يعتقد انه انقلب في اعقاب فيضانات شهدتها منطقة انامبرا منسق الوكالة الوطنية لادارة الاحوال الطارئة قال بدوره ان الارتفاع الشديد في منسوب المياه يصعب عمليات البحث والانقاذ الامر الذي دفع بالوكالة الى الطلب المساعدة من سلاح الجو النيجيري ضرب اعصار جوليا ساحل نيكاراكوا في وسط البحر الكاريبي بعد ان ضرب بقوة جزيرة سان اندريس الكولومبية وذكرت وكالة الكوارث الوطنية في كولومبيا ان جوليا دمر عدة منازل وتسبب بانقطاع الاتصالات عن بعض المناطق اشتركوا في القناة دانت الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة مقتل ما لا يقل عن 15 مهاجراً وطالب لجوء في مدينة صبراتا المطلة على البحر المتوسط غربي العاصمة طرابلس وقالت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا ان الحادث نتج عن اشتباكات مسلحة بين متاجرين بالبشر ودعت السلطات الليبية الى ضمان اجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف لتقديم جميع الجنات الى العدالة من جانبها دعت السفارة الامريكية لدى ليبيا السلطات في البلاد الى التحقيق بسرعة في هذا الهجوم الذي وصفته بالمروع ومحاكمة المتورطين فيه كما حثت السفارة الامريكية على تكثيف الجهود الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر الى اقصى حد بدوره عبر رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي الى ليبيا خسي سبادل عن بالغ الحزن لمقتل المهاجرين وضم صوته الى صوت البعثة الاممية في الدعوة الى اجراء تحقيقا سريعا ومستقلا وشفاف لتقديم الجنات الى العدالة يعتزم قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر وبعض اعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 يعتزمون زيارة منطقة سبها خلال الثمانية والاربعين ساعة المقبلة ووفقا لما ذكرته منصة فواصل الليبية فان حفتر سيجتمع مع قادة الكتائب العسكرية في الجنوب خلال زيارته لسبها حيث سيبحث معهم خطوات توحيد المؤسسة العسكرية واخر تطورات المشهد العسكري والسياسي قال الجيش اللبناني ان زورقا حربيا اسرائيليا خرق المياه الاقليمية مقابل رأس النقورة في جنوب البلد ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن قيادة الجيش قولها في بيان انها تتابع موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفل اعلنت الرئاسة اللبنانية تسلم الصيغة النهائية لاقتراح ترسيم حدودها البحرية مع اسرائيل في غضون ساعة وانه ستتم دراستها لاتخاذ القرار المناسب بالاثناء اعلنت هيئة البث الاسرائيلي بدء الضخ التجريبي للغاز من حقل كاريش باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان او بدونه ماضية اسرائيل في اجراءاتها التقنية بوحدة انرجين باور العائمة داخل حقل كاريش تجري الشركة الفرنسية اليونانية المشاغلة للحقل اختبارات ضخ الغاز بموجب اتفاق مع الحكومة الاسرائيلية في اجواء مشحونة بين البلدين يقع حقل كاريش في مياه البحر المتوسط بمنطقة النقورة تحديدا في منتصف الخط الفاصل الذي رسمه لبنان المسمى بخط التاسع والعشرين وتقدر احتياطات الغاز في حقل كاريش تريليونا وثلاثمائة مليار قدم مكعب حقل كاريش يواجه حقل قانا المتوقع ان يكون من نصيب لبنان ويقع على الخط البحري الثالث والعشرين المحدد من قبل اسرائيل التي تطالب بطعوضات مالية مقابل وجوده في الجهة التي تقع جنوبية الخط وهو ما يعترض عليه لبنان وفقا لوسائل اعلام محلية خلاف آخر حول نقطة انطلاق خط ترسيم الحدود البحرية وهي النقطة بي وان والتي اعتمدها لبنان بخط التاسع والعشرين في البحر المتوسط أما اسرائيل فرسمت مسارا بحريا آخر يعطيها مساحة أكبر من المياه مطالبة باهتماده وهو الخط الثالث والعشرين لتصبح مساحة المياه المتنازع عليها ثمانة مائة وستين كيلو مترا اتفاق معلق وخلافات تقنية تعكسها مسودة الاتفاق بوساطة أمريكية لكن الوقت يعني الكثير لكل من لبنان واسرائيل خاصة مع اقتراب استحقاقات سياسية كالانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في نوفمبر المقبل ومغادرة مرتقبة للرئيس اللبناني ميشيل عون من منصبه نهاية الشهر الجاري علي السمان العربية اتهم وزير الأعلام اليمني معمر الأرياني الحوثيين بتصعيد استهدافهم للمدنيين منذ انتهاء الهدنة وقال الأرياني إن تصعيد الحوثيين في تعز والحديدة والضالع والحج من خلال استهداف المدنيين من الأطفال والنساء يأتي في ظل صمت دولي مستغرب وغير مبرر على حد وصفه مطالبا بمحاسبة دولية للمسؤولين باعتبارهم مجرمي حرب تشهد مدينة تعز اليمنية أزمة خانقة في الغاز المنزلي ما جعل عشرات الأسر تلجأ إلى جلب الحطب لطهي الطعام وقالت مصادر أن أسباب هذه الأزمة تعود إلى احتكار نافذين ووكلاء لمادة الغاز المنزلي وبيعها في الأسواق السوداء بأسعار مضاعفة أدمي الجسد لأجل الحطب وتوقفت المحاولة في جياز أزمة الغاز فعادت جارحة لكن عودة شقيقتها من المكان ذاته كان مؤلما بفقدها أحد الأطراف بانفجار لغم حوثي بهما وهم تحاولان جلب الحطب من حي الدعوة شرقي المدينة نحن في البيت جاهز نبصنا للصلاة والغداء بعدين ما مش معنا غاز خرق البنات يعني يدلون الحطب عاش نصلح غداء وأمر الله قالوا أنه سمعنا صوت بذيار بعدين نشوية يدلوني يقولون البنات بناتك تعورين لقى كثير من الأسر التي تعيش في خطوط التماس على البحث عن الحطب كبديل للغاز لكن الميليشيات الحوثية تستاذف عن طريق القنس أو يذهب ضحية الألغام سجلت كثير من المنظمات الحقوقية عددا كبيرا من الإصابات لا سيما في أوصاة النساء أو الشيوخ أو الأطفال لا سيما في المناطق المحاذية لخطوط التماس مع الميليشيات الحوثية يصف العشرات هنا بحثا عن الغاز المنزلي أزمة باتت تهدد أكثر من مليونين سم في المدينة المحاصرة مضطر عشرات الأسر إلى استخدام بقايا الأشجار كبديل عن الغاز في طهي الطعام نسرقوا الناس إلى أهد الحطب يدوروا للحطب نحن نسينا قبل لا فترة الحطب مثلا لكن الأن أصبح الناس يدوروا الكراتين والحطب علشان يخذوا أولادهم في الغاز وينقذوا لهم لو فيه معهم طبيق ولا حاجة نحن أصحب البوافي نعاني من أزمة الغاز بالنسبة لنا بندنا بسبب أضربنا بسبب هزمة الغاز أن نشلها من عند الوكيل ب7500 ريال لكن بالسوق السوداء تطلع علينا ب16 ألف ريال إذلك لا نحن قادرين نوفر الغاز بهذه الإشكالية الحصول على الغاز المنزلي في مدينة تعز بات أمرا مكلفا سيما بعد أن وصل سعر الإصطوانة الواحدة إلى أكثر من 17 ألف ريال يمني في السوق السوداء فيما مطاعم وأفران المدينة كانت قد هددت بالإضراب قبل أيام نتيجة نفاذ مادة الغاز السعيد العربية تعز أفادت وسائل أعلام صومالية بمقتل 90 عنصرا من حركة الشباب في عملية نفاذها الجيش بمحافظة هيران وسط البلاد وتأتي العملية بعد أن أعلن الجيش مقتل 14 عنصرا من حركة الشباب يوم السبت بينهم قيادي بارز في محافظة شبيل السفلة في جنوب البلاد ترجمة نانسي قنقر